مساسة البيبي ملخص احداث الحلقة الثلاثة وعشرين بتبدأ بنبيل اللي بيروح علشان يبيع دهب مامتو مضطر طبعا علشان شمس محتاجة فلوس وبيقول سامحين يا ماما اما بالنسبة لسبيكة او هلا بتبقى تعبانة جدا وبتمنق لها بسرعة لعناني مركزة وهي طبعا ضيخة ومش شايفة قدامها داري وبيبي كانوا الاتنين بيأكلوا سندوت شات لسنان كانت طبعا فاكرة كل اللي حصل بينهم زمان وانها لما عجبتها اللسانات قالتلي انها حلوة فعلا بس جات وقالتلي مش عايز لأكل خلاص انا شبعت يلا بينا نمشي من هنا اصلا موة مكية قالتلي ما تكلش بالليل كتير علشان لأكل بالليل موزي اما بالنسبة لي نبيل كان مع صاحبه نواف بيقوله دبرت الفلوس قاله لسه ناقص لي كم الف بس مش عارف اجيبهم منين خلينا نطلع كده على المزاد يمكن نستنفع كده بكم الف بالله بعد كده ماما عودة مكية بتصلي لكن بتنسى صورة الفتحة قردتها غلط ومش عارفة هي بتصلي صح ولا غلط تعيها جدا ربنا يشفيها اما بالنسبة لمبارك بيتصل بامراته دلال وبيقول لها انا ازف جدا العشر الاواخر ونزم اما موجود جنب المساجد علشان احمي اي حاجة تحصل انا بعتزلك وده ضغط الشغل اللي بعد كده واحد من الناس بتوع الفريق بيروح وبيدي لمبارك لقيمات وبيقوله انتو حميلنا وربنا يخليك ولينا ويحفظ الوطن بالله بعد كده بيبي وضاري موجودين في العربية ضاري بيتكلم مع نفسه بيقول انا مالي كده اتغيرت حنيت قال برأ هي كمان بتقول انا كمان في حاجة متغيرة الاتنين قالوا في نفس الوقت حنيت قال لها انت قلت حنيت قالت لا ما قلتش قالت لا لا انا سمعتك بتقولي حنيت قالت ايو ايوة انا حنيت عليك علشان تروحني ومعودة مكية قلتلي قبل كده ان الحلمو زي من لاي بعد كده سعد موجود في سوبر ماركت وبييجي ولد صغير عايز يصور معاه لكن ابو بيقوله لا يا حبيبي ما نصورش احنا مع الناس دي الناس دي بتتزلع علشان تنشهر بيزعل جدا وبيعايت سعد اما بالنسبة لبيبي وضاري كانوا موجودين مع بعض وبيقولها انا حنيت لأيام زمان انا عارف ان انت دروحتي من غير عقلك بس والله انا فعلا نفسي اتكلم وفط فط انا عارف ان انت مش هتفهميني زمان لما كنت منيجي انا وانتي هنا قدام البحر وكنا منيجري وهدومنا كلها تتبني مية فاكرة الايام دي بيفتكر فلاش باك زمان لما جي وقال لها انا حبيت وبيجري وراها عند البحر وهدومهم كانت تقرأ مية بيبي لقيت نفسها هي كمان نزلة من العربية وبتجري وهو بيجري وراها شتان بين الماضي والحاضر بيبي بتجري وهي طبعا كانت حزينة جدا على كل الايام اللي فاتت لكن داري كان مبسوط جدا انه نرجع الايام دي نبيل بيروح علشان خاطر يبيع اي حاجة من المازايد ويكسب فلوس لكن للأسف بيجي واحد وبيقوله ان الساعة اللي بيعتها لي متقلدة ينصاب وبياخده على الشرطة وهناك بيقوله النابي ما تقولش قدام شمس الشموس ان هي ساعة تقليد هي اصلا لو عرفت ان هي تقليد حزد ربني قاله انا كمان مراتي طجتني علشان خاطر عرفت ان الساعة تقليد الاتنين بيتحاولوا النظارة وبيدخلوا الاتنين السجن بعد كده منلاقي بيبي وطاري طاري بيقول لها نهدوم كلها مبلولة ومش حينفع اروح مش هاخلص من حنان ممكن اجي البيت علشان خاطر ان نظف نفسي ردت وقالت ماشي انا حتصل بحنان تيجي تنظفك عندي في البيت قالها لا 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 تستصل بحنان ازاي يا معودة انا قلتلك ان انا عايز اجي ان نظف نفسي عندك وعد شوية تقوموا تفضحيني قالت له خلاص انا بكرة هقول لي ساميرا وحياتي ان انا رحت البحر واستأنست خالص بيقول لها برضو يلا يلا انت اصلا مش هتفهم انا بقول ايه اجي معاكل بيتعادي انا اتضفق قالت له ايه ايه تعال من لايه بعد كده ناصر بيتكلم مع نواري وبيضحك عليها وبيقول لها ان هو نفسه يفتح معاهم ومعاهم كفاتيريا اي حاجة لكن بتقوله طبعا يا ريت انا موافقة قال لها ايوة بس ننس قدام سنة يعني اعنى ما اخد الشهادة التعليمية بتاعتي وبعد كده اروح بياخد قرد والكلام ده يعني حيغيب سنة ما سنعت ويا سنة كتير انا ممكن اساعدك انا ما حويش اكده كان فلس وممكن اخد لك قرد قال لها فعلا طيب لا 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 مش هينفع اخد منك فلوس انا برضو راجل يعني ما ينفعش اخد منك فلوس طبعا الهابلة بتصدقه تبقى ممسوطة جدا ومبتسمة كده ان هو فعلا راجل وبيحبها ومش هياخد منها فلوس نبيل في النظارة وبيقابل واحد شكله مخيف شوية فبيقول له انت جاي هنا ليه بيقول له انا جاي هنا في مخدرات نبيل يعني بيقول له انا جاي هنا في مخدرات بيتضربهما الاثنين وبيروحوا قدام الزابط والزابط بيقول له انت ليه قلت كده قال له انا اخفت منه شكله يخوف قلت يعني اخوفه بقى عشان خاطر يعني يعملي حساب بقول له ان انا جاي هنا في تجارة المخدرات قال له عمتا يلا امشي الراجل تنازك يلا امشي من هنا من لايه بعد كده داري وبيبي مقاعدين مع بعض في بيتها بيشرب حاجة سخنة وبيقول لها ان الشاي بتاحها شي حلو جدا بتعلمها من امها وان ما فيش حد بيعمل شي زيها يقول لها روح اعملي شاي مشرب قالت لأ انا لما ببقى بردانة بعمل حلايبة قال لها طيب ادخل لها عملي حلايبة وتعالي قال لها مش عايزة انا شبعانة قال لها في ايه بيبي قومي قومي عملي حلايبة وتعالي وقعد معايا اشربي حاجة فبيتقوم طبعا وهي متدايقة وقال لها بعد كده نضال وفتحية بيكتبوا اسماء الناس اللي حيجيبون في الملجة بتاعة نوال وطبعا فتحية بتقول اسماء كتير نضال بتقولها كفاية كده مش هيكفوا انت كده طلبت اكتر من 200 اسم قالت لها خلاص وماله اكتيبي كمان نبيل خارج من السجن وبيقول لنفسه على رأي شمس قالتلي انت مش فالح اصلا في التجارة انت وينك وين التجارة اما بالنسبة لبيبي اللي كانت بتدور على الحلايبة في المطبخ وكانت بتتكلم بطريقة عادية لكن الظاهر الحنان كانت مستنيها جوابت وقال لها انت انا صدمت فيك يعني انت عادية زي انا وكل السنين دي كنت بتخدعينا ايه رميتي بنتك علشان تعيش السعادة والهنى مع جزي قالت لها انت فاهمة غلط انت فاهمة غلط قالت لها لأ انا فاهمة صح انا كنت هبلة لما سددت ان انت فعلا مجنونة وانك بنص عقل وفي الاخر تطلع انت كده عيش السعادة والهنى مع جزي طبعا داري بره بيقول لها بيه بتأخرتي ليه قالت لها ردي عليه ردي ما هو طاير من وناسة هو معاك نبيل بيستنى صاحبه هو في عدي عليه مش بيعدي وطبعا الفلوس معاه فبيتضيق بوقف تاكسي وطبعا تفكيره ان هو يجيب تاكسي عشان يقدر ان هو يكسب منه وبالخ حلوة كده زي انه سوئين ما بيكسبه بالنسبة لداري بيدخل ليه بيبي بيقول لها كل ده بتعمل حلايبة قالت له انا دورت في كل المطبخ ما لقيتش حلايبة قال لها طب يلا انا لازم امشي دلوقتي وطبعا حنان كانت مستخبية وسمع الكلام ده وهو بيقول لها انا لازم انا وانتي نقرر موضوع ده ونتصحر تاني مع بعض وطبعا حنان كانت بالدارية وراء الباب وكانت مصدومة بالشكل ده مبارك بيتكلم مع جوز حليمة اسمه طارق بيقول له انت طارق انت ايه اللي وقفك هنا قال له مستني مراتي بتصلي جوه هنا حكون مستني ليه قال له ما تقفش هنا هنا ما كان الحريم قال له ايه بس انا مستني مراتي قال له فيه ستات كتير بيطلع من هنا ومش مراتاتك ما يفعش ان انت تقفلهم كده لو سمحت استنى بعيد لو تفتكروا الراجل ده هو اللي ضرب مراته قبل كده وكان فيه المخفر عند مبارك وشوف هيعمل معها ايه في اخر الفيديو بينما حنان وبيبي بيتكلموا مع بعض بعد ما دار يمشي بتقول لها رام يا بنتك طول السريندي انت ام انت اصلا ما تستهلش تكوني ام عطلها انت فهمها غلط انا لازم تفاهم كل حاجة اما بالنسبة الناصر فكان نايم بيتجيله مكالم التليفون وهو نايم وكمان ناصر التاني بيفكر ان هو ينصب عند نوال وياخد فرصها ويسيب الديرة كلها ويسافر بيجيله اتصال وبيقوله ان امك سبيكة في خطأ في المستشفى قال له انت غلطان معرفش حد بالاسم ده نبيل بيجيله اتصال من نواف وبيقوله انت ايه اللي خلاك تمشي وتسرق فيروسي قال له امراتك في المستشفى وحتعمل قيصرية وبيقوله انا جاي انا جاي من لايه بعد كده حنان بتقعد معه بيبي وبتفهم كل حاجة وبتقول لها انا فعلا ظلمتك يا بيبي انت ملكي الزنب لا انت خربت بيتي ولا انا خربت بيتك اللي خرب بيتنا احنا الاثنين هو الانسان الوحيد اللي دخل قلوبنا داري اللي ازان احنا الاثنين وانا للأسف انا مضطر اقعد في بيتي لاني مش عايزة بقى وحيدة زيك انا عارفة ان الموضوع صعب من كتر اللي عشته مش عايزة حد يبقى زيه ولا يعيش القلم اللي انا عشته ناصر بيدخل على خوب بيقوله اتكلموني في المستشفى قدر لي ماما في خطر انا رايحة تيجي طبعا ناصر التاني ما بيردش بيفتكر زمان لما كان مع اموم سبيكة وكان ناصر الصغير اللي هو التخين بيقول لمامته لما اجبر هجيب بيت كبير واخدك معايا يا ماما تنامي معايا فيه وتعيش معايا فيه رد ناصر وقال ونسكن فيه كلنا ناصر بيفتكر كل الذكريات دي وبيعيط على مامته ونقلبه قاسع عليها ومش راد يروح لها المستشفى في حل ان ناصر التاني راح اثناء مبارك والزباط ما كانوا موجودين عند المسجد بمناسبة العشر تيام الاواخر وطبعا خايفين من اي قلق يحصل بيسمعوا الصريخ لوحدة ست وصوت طارق بيزعق فيها اعتقد ان طارق ضرب مراته علشان اتأخرت عليه جوه الجامع الكل بيتخطوا بسرعة بيجري ناحية هناك من ضمنهم مبارك وبتخلص الحلقة على كده ده كملاقص لاحداث الحلقة الثلاثة عشرين من مسلسل بيبي يارب ملاقص يكون عجبكم ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان ينصلكوا كل جديد ويستنوا بقى الحلقات اشوفكم على خير باي باي